طلابنا الأعزاء الصف الثاني عشر الفرع العلمي نرحب بكم عبر صوت التربية والتعليم الإذاعة التعليمية الأولى في فلسطين ونترككم الآن مع شرح لمادة الأحياء متمنين لكم أوقات ملؤها الفائدة والمعكة الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز أهلا بكم أعزائي الطلاب مع هذا الشرح المفصل لمادة العلوم الحياتية الصف الثاني عشر علمي حسب المنهاج الفلسطيني الجديد نرحب بكم على أثير إذاعة صوت التربية والتعليم الإذاعة التعليمية الأولى في فلسطين والتي تبث على الموجة 102.1 FM محدثتكم المعلمة أزهار جبر الحداد مدرسة الفلوجة الثانوية للبنات وأهلا بكم مع هذا الشرح لحلقة جديدة من تركيب الجهاز الهيكلي الفصل الأول من الوحدة الوحدة الثالثة في كتاب العلوم الحياتية للصف الثاني عشر علمي كنا في الحلقة السابقة قد بينا ووضحنا أشكال العظام وتركيب نسيج العظام في اليوم نتناول عنوان جديد هو تكوين العظام ونموها تتكون العظام أو يتكون الهيكل العظمي في بداية تكونه في جسم الإنسان في مرحلة الجنين في مرحلة الجنين يتكون الهيكل العظمي على شكل غضاريف طبعا هذه الغضاريف تنمو وتتكون أثناء نمو الجنين ثم بعد ذلك تنمو خلايا في الغضاريف تسمى الخلايا العظمية البانية إذن في البداية تتكون غضاريف ثم تنمو في هذه الغضاريف خلايا تسمى الخلايا العظمية البانية طيب لماذا تسمى الخلايا العظمية البانية لأن هذه الخلايا تقوم بمهمة كبيرة جدا وهي مهمة ترسيب أملاح تستقر في الفراغات الموجودة بين الخلايا الغدروفية هذه الخلايا العظمية البانية وظيفتها أن ترسب الأملاح لتستقر بين فراغات الخلايا الغدروفية وبالتالي تتكون العظام أو تتحول الغدريف إلى عظام بعد ترسب هذه الأملاح هذه العملية تسمى عملية التعظيم إذن هنا لدينا مفهومان مفهوم الخلايا العظمية البانية التي تقوم بترسيب الأملاح لتستقر في الفراغات الموجودة في الخلايا الغدروفية لتكون العظام بينما العملية ككل تسمى عملية التعظيم إذن ما هي عملية التعظيم أو سوريا التعظم هي عملية ترسيب أملاح تستقر في الفراغات الموجودة بين الخلايا الغدروفية طبعا تبقى الغدريف متصلة ببعضها البعض في بعض مناطق الجسم يعني أغلب المناطق في الجسم تتحول إلى عظام بعد عملية التعظم إلا أن بعض المناطق تبقى فيها غدريف متصلة أبرز هذه المناطق ويسألنا ابحث عن أماكن تواجدها المناطق التي تبقى فيها غدريف متصلة طبعا الأنف منطقة غدريف متصلة صوان الأذن منطقة غدريف الحنجرة أيضا القصبة الهوائية الأقراس بين فقرات العمود الفقري كما تحدثنا عنها سابقا هذه كلها تعتبر مناطق غدريف أو تبقى في صورة غدريف لأنها تؤدي دورا مهما كغدريف أيضا هناك ما يحيط بالمفاصل المتحركة تبقى هذه المناطق على شكل غدريف الآن تحدث عملية النمو من أين تحدث عملية النمو للعظام؟ من الصفيحة غدريفية موجودة في أطراف العظم الطويل الآن الطفل ينمو يكبر حجمه إذن يجب على العظام أن تنمو لكي تتناسب مع نمو العمري لهذا الطفل من أين تنمو العظام؟ تنمو من صفيحة غدريفية موجودة في مناطق أطراف العظم الطويل حسب ما هو موضح لدينا في الشكل 11 صفحة 101 لاحظ هناك لوح مناطق أطراف العظم الطويل هناك منطقة تسمى لوح طرف العظم هذه المنطقة هي المنطقة يتم خلالها تكوين غدروف إضافي يعني هنا نضيف غدروف إضافي هذا الغدروف سريعا يتترسب فيه أملاح كالسوم يتحول عبر عملية التعظم إلى عظم وبالتالي تستطيل العظمة وهكذا تدريجيا إلى أن تصل العظمة إلى نمو معين أو طول معين وتتوقف طبعا متى تتوقف؟ عندما يصل الشخص إلى فترة البلوغ ويكون وقتها وصل إلى الطول أو النمو المناسب الذي يناسب قامته إذن هنا مرة ثانية تحدث عملية التعظم لكي تتحول الغداريف إلى عظام من خلال ترسيب الأملاح التي تستقر بين الخلايا الغدروفية عملية النمو تحدث من صفيحة غدروفية موجودة في طرف العظام الطويلة هذه الصفيحة تسمى أو المنطقة تسمى لوح طرف العظم في هذه المنطقة يتكون قدروف ثم تحدث عملية تعظم فيتحول إلى عظم فالعظم الطويلة تستطيل لأن هذه المنطقة لم تكن موجودة وجدت في صورة غداريف ثم تحولت إلى عظام إذن زاد طول العظمة تستمر هذه العملية لتزيد طول العظم حتى نصل إلى الطول المطلوب لكل شخص حسب فترة بلغه أو عنده فترة بلغه عندما تتوقف عملية النمو تدريجيا أو تقل تدريجيا الآن ممكن أن يأتي سؤال أن نصف تكوين العظام ونموها يجب أن نتدرج في هذا السؤال نتحدث عن عملية التعظم ونتحدث عن كيف تنمو العظام الآن الغداريف جزء من العظام بقي في صورة غداريف كما تحدثنا الآن في الصوان الأذن الحنجرة القصبة الهوائية الأقراس بين الفقرات والمناطق التي تحيط بالمفاصل بقيت في صورة غداريف الآن ما هي الغداريف وما أهميتها موقعها تعرفنا على مواقع بعضها ما هي الغداريف الغدروف هو نسيج دعام مرن يتحمل الضغط والاحتكاك المستمرين يعني هنا هذه وظيفة أو هذه خاصية تساعد على وظيفة أنه يتحمل الضغط والاحتكاك المستمرين لأنه بدرجة عالية من المرونة أكثر من العظام هو يتكون من خلايا غدروفية تنتج بشكل رئيسي مادة تسمى الغدروفين وتنتج بروتين الكولاجين مادة الغدروفين هي المادة بين الخلوية في الغدروف إذن الغدروف أيضا هناك خلايا ومادة بين خلوية كما العظام كانت خلايا ومادة بين خلوية الخلايا هنا تسمى خلايا غدروفية المادة بين الخلوية التي تنتجها هي مادة الغدروفين كما ينتج بروتين الكولاجين وهذا يعطي المرونة من هنا نفهم مرونة الغضاريف لوجود الكولاجين ولأن المادة بين الخلوية هي مادة الغضاريف وتخلو هذه الأنسجة من الأوعية الدموية إذن الغضاريف تخلو من الأوعية الدموية وهذا يطرح علينا سؤال كيف يتم انتقال المواد الغذائية إلى الغضاريف على الرغم من عدم وجود أوعية دموية كيف تنتقل إلى المواد الغذائية وكيف تتخلص من فضلاتها الإجابة طبعا من خلال عملية الانتشار عبر المادة الخلالية أو بين الخلوية إذن مرة أخرى الجزء الذي لم يتحول من الغضاريف إلى عظام وبقي في صورة غضاريف وعددنا أماكنه كما سبق ما مواصفاته أو كيف نصفه هو عبارة عن نسيج دعام مرن يتحمل الضغط والاحتكاك وهذا يساعده على تأدية وظيفته في تحمل الضغط والاحتكاك أيضا إذا أردنا أن نصف تركيب هذا النسيج الدعام المرن هو عبارة عن خلايا غضروفية تفرز مادة تسمى مادة الغضروفين وبروتين الكولاجين لتتكون مادة بين خلالية هي أكثر مرونة من المادة الموجودة في العظام لا يوجد فيه لا أوعية دموية ولا أي مصدر لهذه الأوعية الدموية وبالتالي هو طريق التغذية وتخلص من الفضلات هي طريقة الانتشار الآن لدينا عظام لدينا غضريف وهناك عنوان جديد هو المفاصل ما هو المفصل؟ المفصل هي المنطقة التي تتصل عندها عظمتين من العظام إذن عندما تتصل العظام ببعضها البعض تتصل بمنطقة تسمى هذه المنطقة المفصل إذن المفصل هو منطقة التقاء عظمتين وليس مكون محدد العظم مكون له خلايا ومدى بين خلالية الغضروف مكون له خلايا ومدى بين خلالية إنما المفصل هو موقع ارتباط عظمتين الآن هذا الموقع بين عظمتين والذي يسمى مفصل له وظيفتين رئيسيتين بداية الربط بين العظام إذن المفصل مهم لكي يربط بين العظام يكون هناك ترابط بين عظمة وعظمة أخرى أيضا مهم للسماح للهيكل العظمي بحرية الحركة والمرونة إذن لو سأل علل أهمية المفصل أهمية المفصل الرابط بين العظام والسماح للهيكل العظمي بالحركة والمرونة طب لسألني عرف المفصل ممكن أن نعرف أنه الجزء من الهيكل العظمي الذي يربط بين عظمتين أو أكثر وهو قد يكون متحرك وقد يكون ثابت إذن إذا التقت عظمتين في جسمنا موقع التقاءهم يمكن أن يكون متحرك ويمكن أن يكون ثابت وبناء عليه تصنف المفاصل إلى عدة أنواع إذن إذا سألني تحدث عن المفاصل ستكون الإجابة باختصار أن المفاصل هي جزء من الهيكل العظمي وهو يربط بين عظمتين أو أكثر يمكن أن يكون متحرك أو ثابت يؤدي وظيفة مهمة هي الرابط بين العظام والسماح بالحركة والمرونة للجهاز الهيكلي من أبرز المفاصل في جسم الإنسان هو مفصل الركبة وهذا المفصل يعني مفصل يتعرض إلى الكثير من الضغط والإجهاز ولربما ثقة للجسم كله مركز على هذا المفصل إلا أنه يعتبر من أكثر المفاصل تحملاً أو أكثر المفاصل تحملاً وقوة لكي يتلاء مع تركيبه إذا تأملنا شكل 12 صفحة 102 في كتابنا عزيز الطالب سنجد أنه يصف مفصل الركبة الآن هناك عظمة الفخد وعظمة القصبة إذن هنا مكان الالتقاء عظمتين لاحظ العظمة العلوية عظمة الفخد والعظمة السفلية عظمة القصبة بينهما يوجد الغضروف المفصلي إذن العظمتين مش ملتقيتين مباشرة يعني هذا هو المفصل والعظمتين التقاءهم في غضروف مفصلي أيضاً هناك أربطة وهناك وتر وهناك تجويف لهذا المفصل هناك الأربطة داخلية وخارجية المفصل له تجويف ويوجد سائل زلل في المفصل هذه كلها مكونات مفصل الركبة إذا أردنا الإجابة عن الأسئلة ماذا يغطي نهاية العظام في منطقة المفصل لاحظ نهاية عظمة الفخد من أسفلها توجد غضروف نهاية عظمة القصبة من أعلىها يوجد غضروف إذن هناك توجد في نهاية العظم في منطقة المفصل غضروف لينة نسمياً يعني العظام صلبة يوجد أعلىها أو في نهاياتها غضروف لينة نسبياً طب ما أهمية هذا الغضروف؟ نرجع إلى الغضروف عندما شرحنا الغضروف أنه يمنع الاحتكاق إذن هنا هذه الغضروف تحمي طرف العظم وتمنع احتكاق العظام ببعضها البعض إذن إجابة السؤال الأول يوجد غضروف لينة نسبياً ويحمي العظم ويمنع احتكاق العظام ببعضها البعض الآن يوجد هنا سائل زللي ما أهمية السائل الزللي الموجود بالمفصل الآن هذه السوائل تسهل حركة انزلاق العظام بمحاذاة بعضها البعض يعني تعطي مرونة للحركة وتقلل فكرة الاحتكاق الآن عزيز الطالب تخيل أنه إيدك اليمين وإيدك الشمال وما بينهما هناك عملية احتكاق ما بينهما بقوة شديدة ستشعر بالألم أو ربما تتأذى لإيد اليمين والإيد اليسار لديك من شدة الاحتكاق إذا وضعت ما بينهما بلون فيه ماء بلون فيه ماء أو كمية قليلة من الماء وبدأت تضغط عملية الضغط ستؤدي إلى انزلاقات أو حرية حركة ولن تشعر بنفس الدرجة من الألم خلال ضغط اليدين على بعضهم البعض هذا مثال تشبيه لدور السائل الزللي في داخل المفصل السائل الزللي يوجد فيه المفصل يعمل على تسهيل حركة العظام لأنه مهما ضغطنا العظمتين مش راح يحتكوا بعض مش راح يصير بينهم ضغط راح يصير فيه انزلاقات لتسهيل الحركة وتقليل الاحتكاك بين العظمتين إذن السائل الزللي يعمل على تسهيل حركة انزلاق العظم بمحاذاة بعضه البعض داخل المفصل ويقلل الاحتكاك بين عظمتين المفصل ما الذي يحدد حركة المفصل ويمنع العظام لابتعاد عن بعضها البعض طب إذا إحنا بنقول بسير انزلاقات يبقى العظمتين ممكن يزغوا عن بعض ويسير كل عظم في اتجاه لا هنا في دور مهم للأربطة والأوتار لدينا إحنا أربطة داخلية وأربطة خارجية كما تلاحظ في الرسم ولدينا الواتر هذه المكونات تعمل على منع انزلاق العظام وابتعادها عن بعضها البعض بشكل كبير أو مؤذي يعني تسمح بحركة خفيفة ولكن وجود هذه الأوطار ووجود هذه الأربطة بتخلي الحركة ثابتة في معيار أو بمقدار يناسب حركة هذا المفصل الآن إذن الذي يحدد حركة المفصل ويعطيها اتزانها وجود الأربطة والأوطار طب ما الفرق بين الأربطة والأوطار في السؤال الذي يليه بيسألني ما الفرق بين الأربطة والأوطار الأربطة تربط عظم مع عظم الأربطة الداخلية والأربطة الخارجية هي تمتد من عظمة إلى أخرى بينما الأوطار تمتد بين العظمة والعضلات إذن الأربطة تربط عظمة بعظمة الأوطار بتربط عظمة بعضلة وهذا فرق مهم جداً وأسئلة متكررة في أسئلة المقارنات أعزائي الطلاب هذا الشكل صفحة 102 شكل 12 والأسئلة المجاورة له شكل مهم والأسئلة الواردة عليها أسئلة مهمة في الاختبارات حسن المفاصل كما قلنا تتحرك ومن أهمية المفاصل أنه يعطي حرية الحركة لعظام الجهاز الهيكلي فلنتجه إلى عنوان جليد وهو أنواع المفاصل أنواع المفاصل حسب حركتها وتركيبها تصنف إلى أكثر من نوع في عندي المفاصل الثابتة وفي عندي المفاصل المتحركة الآن المفاصل الثابتة من اسمها هي مفاصل لا تتحرك يعني هنا العظام موجودة ولا تتحرك هي عبارة عن مفاصل تلتحم فيها العظمتان معا ما فيش عظمتين التقوا التحموا مع بعض وما في مجال للحركة هذه المفاصل يمكن أن تكون ليفية أو غدروفية أو عظمية يعني منطقة الالتحام ليفية أو غدروفية أو عظمية إذن هنا المفصل موجود ولكن لا يتحرك العظمتين اللي هو رابط بينهم لا تتحركان من أمثلتها وأبرز أمثلتها الدرزات المسننة والمفصل الغدروفي عند التقاء عظمتي الحوض في الارتفاق العاني إذن عندي مثالين على المفاصل الثابتة وهذه الأمثلة مهمة جدا في الاختيار من المتعدد وفي المقارنات مثال الدرزات المسننة في الجمجمة ومثال المفصل الغدروفي في مكان التقاء عظمتي الحوض في الارتفاق العاني وهنا الشكل 13 يوضح صفحة 102 يوضح المثالين في الجمجمة كما نلاحظ هناك درزات مسننة وهذه الدرزات منطقة التقاء عظمتين غير متحركة المفصل الثابت هنا في منطقة الارتفاق العاني في الحوض التقاء العظمتين لاحظ هنا التقاء العظمتين هنا مفصل ولكنه مفصل ثابت غير متحرك نعود إلى الدرزات المسننة المثال الأول الدرزات المسننة في الجمجمة هو عبارة عن مفصل يساعد في أو هو عبارة عن نسيج لي في متشابك يعني هو يوفر ترابطا محكما للعظم يعظم الجمجمة مغلقة لا تتحرك نهائيا كيف تكون هذا المفصل في بداية الجنين عند ولادة الجنين تكون هذه المنطقة غير مغلقة بالشكل التام يعني غير ملتحمات بشكل تام بعد انتهاء نمو دماغ الطفل وأن يصل إلى النمو المطلوب تلتحم هذه العظام وتختفي بشكل تام منطقة المفصل وتصبح مفاصل ثابتة غير متحركة نهائيا إذن هذه المنطقة هي تسمح في بداية عمر الطفل بنمو عمر الطفل بعد ولادته كجنين تسمح بنمو دماغه عندما نصل إلى النمو المطلوب تلتحم تماما وتصبح ثابتة غير متحركة نهائيا هي بالأساس حركتها ليست حركة واسعة وملحوظة هي مجرد أن تستوعب نمو دماغ الطفل إذن النوع الأول المفاصل الثابتة الدلزات المستننة في الجمجمة ومنطقة التقاء عظمتي الحوض في الارتفاق العاني النوع الثاني من المفاصل المفاصل المتحركة وهذه المفاصل التقاء عظمتين وتتحرك هتان العظمتين هناك مفاصل محدودة الحركة ومفاصل حرة الحركة مفاصل محدودة الحركة أن لها حركة في اتجاه واحد يعني حركة واحدة لا تتغير مثال عليها اللي هي العمود الفقري الآن لو أنت انتصبت وحاولت تحرك عمودك الفقري حتتحرك فيه اتجاه واحد ولا أنت تتحرك في الاتجاه الآخر أيضا هناك تحركة فيه اتجاهين من بين المفاصل محدودة الحركة اتجاه واحد زي العمود الفقري اتجاهين زي إبهامك الإبهام يتحرك فيه اتجاهين حاول تحريكه بينما المفاصل حرة الحركة هي التي تتحرك في عدة اتجاهات ومثال عليها مفصل الكتف مفصل الكتف يتحرك في عدة اتجاهات وهذه المفاصل لكي تساعدها تركيبها على الحركة الحرة الواسعة هي تحتوي سائل زللي ليعطيها المجال للتحرك في مدى واسع الآن لدينا سؤال صفحة 103 ماذا يحدث لجسمك لو كانت مفاصله كلها من النوع الثابت أو كانت مفاصله كلها من النوع المتحرك إذا كانت كل مفاصله من النوع الثابت فستلقى الحركة ويصبح الجسم شبه مشلول أما إذا كانت كلها من النوع المتحرك بعض المناطق في الجسم الحركة لا تفيدها كالجمجمة وبالتالي سيؤدي إلى ضرر بعض أجزاء الجسم كالدماغ وبعض الأعضاء الأخرى إذن لا بد أن تتنوع المفاصل ما بين ثابتة وما بين متحركة إلى هنا أعزائي الطلاب نصل إلى نهاية هذه الحلقة كنت معكم المعلمة أزهار جبر الحداد مدرسة الفلوجة الثانوية للبنات على أثير إذاعة صوت التربية والتعليم الإزاعة التعليمية الأولى في فلسطين وشكرا لكم طلابنا الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى جميع الدروس عبر منصة ساون كلاود وبرنامج التفوق ويمكنكم تحميل التطبيق عبر الهواتف الذكية من متاجر التطبيقات بسهولة والبحث عن حساب برنامج التفوق بكل يسرع والاستماع إلى كافة الدروس الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر الفرع العلمي ومبحث الأحياء شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم اشتركوا في القناة